نعم كنت جاهلا فعلمني ربي وكنت ظالا فهداني ربي فها أنا أقولها الآن ونقولها جميعا بملئ أفواهنا وعملا بقول ربنا وأما بنعمة ربك فحدث كل ما أنا فيه وكل ما نحن فيه من فضل الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله فهو الذي علمني وهداني وأدبني وكفاني وأطعمني وسقاني ومن كل بلاء حسن أبلاني فيا رب لك الحمد علمني ربي أن في القرآن الشفاء من أمراض الشبهات والشهوات فآيات اليقين والتوحيد تشفي بإذن الله من كل شبهة وآيات الوعد والوعيد تشفي بإذن الله من كل شهوة يقول ربي عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الحمد لله الذي جعل كلامه شفاء لما في الصدور وشفيعا لمن قرأه وعمل به يوم البعث والنشور والصلاة والسلام على النبي الكريم عدد حبات الندى فوق الزهور وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الأيام وامتدت الشهور أما بعد فيا أيها الأفاضل يقول ربي عز وجل في كتابه المجيد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة قالها لنبيه صلى الله عليه وسلم والمقصود أيها الأحبة بالقول الثقيل هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا وقيل ثقيل في العمل به وقيل ثقيل وقت نزوله لعظمته وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه كانت أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي قال أحيانا يأتيني في مثلي صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين تقول عن الوحي أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا وكل ذلك دلائل على عظمة القرآن وقت نزوله وقد رجح الطبري رحمه الله أنه ثقيل من الوجهين معا وقت نزوله وفي العمل به وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم كما ثقل في الدنيا فهو الله ثقيل في الموازين يوم القيامة وتأملوا معي قول ربي عن أهل الكفر إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة أي يوم القيامة لذلك قال أهل العلم من تعاهد هذا القول الثقيل أي القرآن في الدنيا وعمل به خف عليه اليوم الثقيل هناك ولطف به فنسأل الله أن يعلق قلوبنا بالقرآن تدبرا وعلما وعملا وحفظا وأن يوفقنا لنشر هداياته وللعمل بآياته إنه ولي ذلك والقادر عليه ووالله أيها الكرام إني لا أعجب أشد العجب ممن يريد السعادة والراحة والطمأنينة ثم تمر به الأيام والليالي تل والليالي ولم يفتح القرآن العظيم ولم يقرأ منه ولو آيات فيا من أردت السعادة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ويا أمتنا والله لا نجاة ولا عز ولا مجد ولا تمكين إلا بالعمل بهذا القرآن فيا أخي المبارك إن أردت الطمأنينة والسعادة فلا يمر عليك يوم دون أن تقلب ناظريك ولسانك وتشرف لسانك برؤية القرآن وتلاوة آيات منه فالذي خلق القلب وحركه وأجرى الدم في عروقه أدرى بما يسعد هذا القلب ويطمئنه تأمل ما قاله من هو ألطف بك من نفسك وأرحم بك من أمك الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا قلوب وقد علم أيها المباركون أهل الكفر أن الأمة لو رجعت إلى هذا القرآن العظيم وعملت به لترسخ اليقين في القلوب وزاد الإيمان ومن أعظم ثمرات ذلك النصر على أعدائها في الميدان لما علموا ذلك أرادوا أن يلهوا الأمة عن هذا القرآن العظيم بالفتن والشبهات والشهوات وتأمل ما خلده القرآن من مقالتهم وهي والله مقالتهم وخطتهم منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا قال الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون اللهم ردنا والأمة إلى كتابك ردا جميلا قال بعض أهل العلم إن القرآن يورث عظم الهمة وهذا العظم هو الذي قدف بأوليائه ذات اليمين وذات الشمال حتى رفعوا لواء العدل وفجروا أنهار العلوم تفجيرا وإذا رأينا من أهل القرآن ومن أمة همما ضئيلة في يومنا هذا فلأنهم لم يتدبروه حق تدبره ولم يتفقهوا في حكمه ودلائله ومواعظه ثم أقول أيها الكرام لقد وصف الله القرآن في القرآن بأوصاف عظيمة قال الله عن كتابه في كتابه بأنه نور وهو تبيان هدى وفرقان رحمة وبشرة روح ونور وذكرى شفاء لما في الصدور هداية للتي هي أحسن في كل الأمور وما ذلك إلا ليعظم العباد قدر القرآن فيقبلوا عليه بقلوب سليمة فيتدبرونه فإن عملوا ذلك استخرجوا منه الشفاء لقلوبهم والعلاج لمشكلاتهم والهداية في كل شؤونهم والصلاح في كل أحوالهم ولنتأمل وصف واحد فقط مما وصف الله به كتابه ألا وهو الروح قال الله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده قال الزركشي سماه الله روحا لأنه يؤدي إلى الحياة الأبد ولولا الروح لمات الجسد أيضا والله أعلم سماه الله روحا لأن به حياة القلوب وبتلاوته واستماع آياته تشتاق الأرواح إلى لقاء علام الغيوب ووالله كما أن البدن لا تستقيم حياته إلا بالطعام والشراب كذلك القلب لا يحيى حياة سليمة إلا بورود هذا الذكر واستمرار ذلك عليه فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذا القرآن وتلاوته وتدبره في كل أحوالنا وشؤون حياتنا ختاما أيها المباركون من يراد استنباط الهدايات وتدبر القرآن والأمور التي تعينه على ذلك فليقبل على الله بقلب صادق وليسأل الله العون على ذلك ثم ليجتهد في بدل بعض الأمور مثل ثلاثة أمور تعين على ذلك بإذن الله خلو البطن وخلو الفكر وخلو القلب ويرتمع ذلك للمؤمن غالبا في رمضان خصوصا في العشر الأخيرة منه لمن اعتكف فالمعتكف قد ترك الدنيا كلها خلف ظهره وقطع على عيقه بالدنيا وأقبل على كتاب ربه يتلوه ويرجوه يخاف وعيده ويرجو وعده ويحبه حق محبته هناك يفتح الله على من شاء من عباده من الخيرات ومن بركات هذا القرآن الشيء العظيم مما لا يقدر أحد على وصفه هناك يسعد القلب سعادة لا يعلم بها إلا الله ووالله يعيش أسعد لحظات الحياة ولولا أن الله كتب عد على هذا القلب أن يستقر تحت الضلوع لطار من شدة الفرح ولا يعلم ما قلت إلا من عاش ذلك وتحقق منه فنسأل الله أن يوفقنا لتدبر كتابه وللعمل به وأن نحيا معه حياة طيبة في الدنيا وأن يجعله شفيعا لنا يوم البعث والنشور ختاما أيها الأحبة والله صدق من قال كن في أمورك كلها مستمسكا بالوحي لا بزخارف الهديان وتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين قال تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا كيف إذا قال العظيم هذا الفضل عظيم شيء كبير جدا يعني أعظم عطاء إلهي على الإطلاق أن تعرفه إنك إن عرفته عرفت كل شيء وإن فاتذك هذه المعرفة فاتذك كل شيء وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا في طريق معرفة الله عز وجل لقد كان لسلفنا الصالح حال عجيبة مع القرآن الكريم تعلقت قلوبهم بآياته فتأثروا به تأثرا عظيما والنسمع قول أحدهم ليبين لنا ذلك التعلق العظيم يقول عجبت لمن خاف شيئا كيف يغفل عن قول حسبنا الله ونعم الوكيل والله يقول بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن ابتلي بالضر كيف يذهل عنه أن يقول إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين والله يقول بعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وعجبت لمن كوبد في أمر كيف يغفل عن قول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكر وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها كيف يغفل عن هذه الآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وعجبت أخيرا لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله يقول بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأفاضل يقول ربنا جل في علاه في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيل فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتأنى في قراءتها ويرتلها بترتيل جميل وقال أنس رضي الله عنه حين سئل عن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته للقرآن قال كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ثم قالت أيضا أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت عن ذلك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية فهذه سنته فلنلزم غرزه ولنحاول أن نتلو كتاب الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه وقد رغب عليه الصلاة والسلام في ترتيل القرآن وتزين الصوت بذلك فقال عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة رواها البخاري في صحيحه منها أنه قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن أن يرتله بصوت حسن وقال عن أبي موسى الأشعري لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود وورد عن عبد الله المسعود رضي الله عنه وهو من هو ومكانته معروفة في التفسير أنه قال عن تلاوة القرآن لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة وحين زاره رجل فقال يا ابن مسعود إن لقد قرأت المفصل كله في ركعة فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت وعلمت النظائر التي كان يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عشرين سورة من المفصل سورتان في ركعة لذلك قال أهل العلم أيها المباركون إن تلاوة القرآن حق تلاوته أن يشترك في ذلك اللسان والعقل والقلب والجوارح فحظ اللسان تصحيح الحروف وحظ العقل تفسير المعاني وحظ القلب التأثر والاتعاض وحظ الجوارح تحويل ذلك إلى واقع عملي فاللسان يرتل والعقل يفسر والقلب يتعض والجوارح تعمل واعلم أيها المبارك أنك إن شغلت بالقرآن وتدبرته وتلوته حق تلاوته غمرتك البركات مصداقا لقول ربي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته قال أحد السلف إنما أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا فوالله لا شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وحياته من تدبر القرآن وكثرة النظر فيه والتأمل فيه وقال أحد السلف أيضا كان يقال إن أبقى الناس عقولا قراء القرآن وقال المقدسي لتلميذه يوصيه أراد الرحلة في طلب العلم قال أكثر من تلاوة القرآن فإنه يتيسر لك الذي تطلب بقدر ما تقرأ وقال أحد الصالحين إنني كلما زدت من قراءتي للقرآن زادت البركة في وقتي فلا زلت أزيد حتى بلغ حزبي عشرة أجزاء وتأملوا أيها المباركون قولا جميلا لشيخ الإسلام بمن تيمية يقول ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى وقال أحد المفسرين اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا ولا عجبه الله والله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك فإن أردت هي مبارك البركة وإن أردت أيضا الرحمة أن تغشاك وتغشى أهلك وبيتك فأكثر من تلاوة القرآن وأكثر أيضا من الاستماع إليه فقد قيل أن الرحمة ليست بأسرع إلى أحد منها من مستمع القرآن لأن الله يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ومصداق ذلك في كتاب الله جل في علاه قال ربي عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ختاما أيها لا فاضل إضافة إلى ما ذكرنا من الخيرات في تلاوة القرآن وتدبره لنعلم أيها المباركون أن القرآن شفاء يقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال سبحانه بل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فالقرآن فيه شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان فالقرآن شفاء لأمراض الحسد والبغض والكبر والعجب والرياء وأمراض الشهوات كلها الشهوات والشبهات لذلك من داوم على تلاوة القرآن وجد أثر ذلك في حياته ووالله أيها المباركون إني لأعجب أشد العجب ممن يريد السعادة والخير والفلاح في الدنيا والآخرة ثم هو تمر به الأيام تلو الأيام ولم يتأمل في كتاب الله ولم يقرأ ولو آية إنما يقرأ القرآن من الجمعة إلى الجمعة أو من رمضان إلى رمضان فكيف يريد ذلك العبد الصادق الخير والبركة وهو قد هجر القرآن نسأل الله العافية فإن أردت الخير والسعادة فلا يمر عليك يوم دون أن تشرف ناظريك ولسانك برؤية القرآن وتلاوة آيات منه ولو آية أو آيتين وستجد إن دومت على ذلك خيرا وبركة عظيمة في نفسك وأهلك ومالك وقد قيل أيها المباركون في قولنا السابق أن القرآن شفاء قال أحد السلف كل معصية يأتي بها الجسد فهي ناتجة من مرض في القلب والله جعل شفاء القلوب بتلاوة القرآن وقد قال أحدهم أيضا مهما زرت من الأطباء لتلتمس شفاء ما في قلبك فلن تجد مثل القرآن ويقول ابن القيم والله لو علم الناس ما في الفضل العظيم والنعم الكثيرة والخير في تلاوة القرآن بتدبر لاشتغلوا بها عن غيرها فاللهم أعنا على تدبر هذا القرآن وشرفنا بحفظه وتعلمه ونشر هداياته واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إنك سبحانك بكل جميل كفير وأنت يا رب حسبنا ونأملوك علمني ربي أن القرآن الكريم نور وهدى وشفاء ورحمة فمن تدبر القرآن وعلق قلبه بكلام ربه غمرته البركات في غدوه ورواحه وجميع أوقاته وفي أهله وذريته وتفاصيل حياته مع نيل السعادة في الدنيا والنعيم المقيم يوم القيامة يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر